مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب يقول الرسول يحنى في رسالته الأولى وفي أصحاح أربعة وعدد ثلاثة أن كل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح ونرى روح ضد المسيح حوالينا في كل يوم في كل الذين ينكرون طبيعة وشخص يسوع المسيح الذين ينكرون أن يسوع المسيح هو كلمة الله الأزلي الكلمة التي صار جسدا الذين ينكرون صلب وموت المسيح الذين ينكرون أيضا طبيعة الله الواحد المثلث الأقارين هذا هو روح ضد المسيح وروح ضد المسيح يعمل حولنا في كل مكان وبالأخص في العالم العربي وبالأخص في العالم العربي تناولت من أسبوعين هذا الداعية من لبنان الذي يدعي أنه كان مبشرا بالمسيحية ثم ترك المسيحية وصار إمام أو طارة وصار شيخا مبشرا بالإسلام لكن الحقيقة هي أنه كان مطرب فاشل لم يسمع أحد عنه شيء عشان كده عنوان حلقة اليوم هو مطرب فاشل وليس مبشر سابق بالمسيحية دي الحقيقة بتاعته ويبدو النهاردة أنه كل واحد عايز يأكل يعني يعمله سبوبة أنه يطعن في المسيحية ويطعن في الإيمان المسيحي ويعمله قناة على اليوتيوب كويس لكن الحقيقة أن هؤلاء لم يعرفوا شيئا عن المسيح لم يعرفوا شيئا عن المسيح ولم يختبروا نعمة المسيح المغيرة لحياته قد يكونوا ناشئوا في بيوت مسيحية لكن نشئتنا في بيوت مسيحية ليس معناها أننا مسيحيين المسيح هو المولود من الله المولود من فوق وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله كل هؤلاء كل شخص شخصي من خلاله نعرف يسوع المسيح المخلص الشخصي ونقبل يسوع نقبل يسوع المخلص والملك لحياتنا شك كده هذا طبيعة هذا الشخص ودلها حول النهاردة أناقشه وكمان أناقش بعض الأفكار الخاطئة اللي تثبت لنا أنه لا يعرف شيئا عن المسيحية ولا حتى فيه طربته للنصوص الكتابية أنه بيربطها صح كويس حتى فيه ادعاءاته أنه نصوص في العهد الأديم تشير إلى نبي الإسلام كلها ادعاءات مجرد بغبغانات بيرددوا نفس الاستوانا نفس الاستوانا ما فيش جديد ما فيش جديد شفنا أنه أنه رب يقيم لك نبيا من بين إخوتك مثلي في سفر التسنية 18 18 قال لك عن رسول الإسلام وأثبتنا أنه ما لاش هي علاقة برسول الإسلام كويس جيل مرة تانية قال لك أن الروح المعزي الروح المعزي الذي يمكس معكم إلى الأبد ده بيكلم فيه عن رسول الإسلام يعني واحد ميت وقبروا عندكم بقالوا 1400 سنة ولا ماكس معنا ولا هو روح الحق ولا منبصق من الآب ولا مرسل من الروح من الرب يسوع كويس ولا يمجد المسيح في شيء بل بالعكس هو ضد المسيح ونقيد المسيح في تعليمه وفي حياته كويس ويجي يقول لك أصله النص ده بيكلم عن رسول الإسلام نشوف نصوص أخرى النهار لكن خلونا نسمع أول فيديو ونعلق عليه لحضراتكم شفتو ده شخص أسلم وهو من أهل الشام لا أدري هل هو من سوريا أم لبنان تقريبا هو من لبنان أنا صراحة معرفش ميز اللهجة واختلافتها بين أهل الشام سواء كانوا فلسطينيين أو لبنانيين أو سوريين أو أردنيين لكنهم جميعا تاج على رأسنا وأحباب إلى قلوبنا هذا الشخص هو ممثل وكان اسمه جورجي ملكي هذا الرجل ترك دينه ودخل في دين الإسلام وصار مسلما وغير اسمه إلى خضر الأحمد أنا ما عنديش أي مشكلة في كده نهائي بالعكس ده اختياره الشخصي يعني في بعض الأمور لازم نحطها في يعني مكانها الصحيح من ضمن هذه الأمور هذكر بعض الأشياء المسيحية تحترم حرية الاختيار نحن لنجبر أحد والله لا يصر بأن يأتي إليه إنسان مجبر فالإيمان المسيحي هو اختيار شخصي والإنسان حر في اختياره حر في اختياره المسيح لن يزداد مجدا بإضافة شخص ولن يقل مجدا بأن شخص يتركه نهائي كويس دي نقطة أساسية نقطة تانية لا يوجد في المسيحية قتل المرتد ما عندي ناجدي ما عندي كنتو كويس تتكبرون الإنسان على الإسلام سواء فاهم أو مش فاهم تضعون أمامهم هذه الاختيارات إذا كان في استطاعتكم الإسلام السيف أمالجيزيا فهو تاريخ اسود لأربعتاشر قرن دي حقيقة الكتاب المقدس يعلمنا أن المؤمن الحقيقي ليمكن أبدا أن يترك المسيح لا يمكن يحنى الحبيب ألهلنا بكل وضوح قال منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا لأنهم لو كانوا منا لبقوا معنا هما ما كانوش أساسا مننا هما تولدوا في بيوت مسيحية أو نشأوا أو زي الجموع اللي مشت وراء الرب يسوع معظمها كانت بتستفاد منه لكن لم يكنوا مؤمنين به فالإنسان المولود من الله لا يمكن أبدا أن يترك المسيح ولا يمكن أبدا أن يتركه المسيح تخيلوا لا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي المؤمن المولود من الله لكن جرجس جورج ميلكي غيره لا يعرف المسيح هو يعني نشأته في بيت مسيحي أو اسمه كاسم مسيحي بدون قبول المسيح زيه زي المسلم زي البوزي زي أي شخص آخر دي حقيقة في الإيمان المسيح مهم بأود حقيقة الرابعة المسيح الاسمي هو الذي يترك المسيح سدقوني المسيح الاسمي هو الذي يترك المسيح لأنه مالهوش جزور مالهوش الإيمان اللي غير حياته ماختبرش الحياة الجديدة ماختبرش سكنة روح الكدس فيه بعدين حقيقة أخرى قالها أحد الفلاسفة قال إيه قال الظلام الظلام التام خير من النور المزيف يعني للأسف هذا الشخص فيه نور مزيف هو بيعتقد نفسه أنه فيه نور لكنه فيه نور مزيف ولأنه فيه نور مزيف أوقات النور مزيف يبقى أخطر على الإنسان من الظلام التام الرب يسوع قال هذه الكلمات للكتب والفرسين لو كنتم عميان لماذا كانت لكم خطيئة؟ لأنه الشخص الأعمى عارف أنه أعمى الشخص الخاطئ عارف أنه خاطئ والله بيتعامل معاه بأسهل أما الشخص اللي هو أعمى وبيقول أنه مبصر لعمرة هيروح عند الدكتور والعمرة هيبصر فلما يقول هذا الشخص أنا تركت المسيحية ولم أترك المسيح أنت بتضحك على نفسك سيادتك لأنه لا يوجد فاصل بين المسيحية والمسيح المسيحية هي المسيح لأن المسيحية مؤسسة على كلام المسيح وعمل المسيح وطبيعة شخص المسيح وكفارة المسيح وموته وصلبه وموته وقياماته دي المسيحية طيب نكمل مع بعض فيه بقى ادعاء كاذب ده الادعاء الكاذب اللي دايما بيتردد من كثيرين من الذين يشككون في الإيمان المسيح هذا الادعاء يقول لك يقول لك إن المسيحية تختلف عن الكتاب المقدس يعني الكنيسة وما تنادي به يختلف عن الكتاب المقدس فالكتاب المقدس هتضحكوا أنا عارف فالكتاب المقدس يقول أن المسيح مجرد نبي أما المسيحية فقد اللهت المسيح وجعلت منه إلهم ده قمة الجهلة بأبسط مبادئ الإيمان المسيحي وده بيتردد زي ما قلت مشكلة المسلمين إنهم ناقلين ويريدهم ناقلين فهمين هو يردد فقط يردد ما يقال دون فهم أو إدراك يعني من ضمن الحاجات اللي يرددها مثلا يقول لك المسيح لم يصلب الديني برهان الديني برهان من النص عندك من التاريخ من أدلة خارج الكتاب المقدس من أدلة تاريخية من ناس كتبت على أن المسيح لم يصلب ولم يمت يقول لك لا أنا ما عنديش هو نص القرآني وخلاص لما ييجي عند القرآن يمحي فكره لا تجادل نيجي مسلا نسمع نسمع اللي بيقول لك الفيديو ده نسمعه نشوف معه لأه الإنسان المسيحي بيصير عنده تضارب وعلمات استفهام حول قراءته لأقوال سيدنا المسيح عليه السلام بقلب الإنجيل يلي بيبين فيها سيدنا المسيح عليه السلام أنه هو بشر رسول مرسى من عند الله مثل كل الرسل اللي إجو قابله عليه طبعا ده شخص يعني أقل ما يقال عنه أنه لم يقرأ الأنجيل لأنه اليهود اليهود نفسهم كان سبب أساسي من محاولتهم لأتل المسيح ليس من أجل أعمال عملها بل من أجل أمور ألها عن نفسه مساويا نفسه بالله ومعادلا نفسه بالرب إنما ده طالع يكبهم كده وبيعتقد إنه بس المشاهدين دول يعني هيغدوا كلامه على إنه مسلم به ألم تقرأ أن المسيح قد غفر الخطايا واليهود قالوله أنت بأي سلطان تخفر الخطايا لا يخفر الخطايا إلا الله وحده واعتبروه مجدف ألم يقل المسيح إنه يرسل ملائكته يرسل ملائكته مسيح عنده ملائكة تخيل بتوعه اللي أنا وإنت سواء الإيمان المسيح أو الإيمان الإسلامي يؤمن بهذا الأمر إنه الملائكة هما خدام الله اصنعونا إرادته يجلس على كرسي مجده اللي يدين الأحياء والأموات وغيروا 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 من أقوار المسيح كثير جدا لكنه يقولك المسيح بيقول في الإنجيل إنه هو مجرد نبي هو طبعا لا درس وظائف المسيح التلاتة الكاهن والنبي والملك ولا درسهم ولا عرفهم ولا عرف طبيعة المسيح ولا عرف عمل المسيح ولا عرف المسيح الذي وضع نفسه من أجل فداء الإنسان ولا عرف الحاجات دي كلها نكمل صلاة والسلام جميعا وكان يفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى بقلب الإنجيل دايما وبين تعاليم الكنيسي اللي بتقله سيدنا المسيح بالثالوث الأقدس وهذا الشيء اللي بيخلي الإنسان المسيحي يروح يسأل دايما الخوري عن الثالوث الأقدس ويفسر له مظبوط حتى يعرف هو يعمل وصل بين قراءته لآيات الإنجيل وبين الثالوث الأقدس حتى يقدر يدافع عن عقيدته عقيدة التفليث باسم الآب والإبن والروح الغدس إله واحد يلي بيأمون فيه طيب فهو السورة اللي عايز أقدمها عايز أقول لك إنه المسيح لما تقرى الأنجيل إن انت هتوصل بسهولة قوي إنه المسيح رسول من رسول الله الغريبة إنه مليار أو 2 مليار النهاردة بإنهم الأنجيل معهم الأنجيل ما وصلوش للحياة دي الغريبة إنه ملايين الناس ناسحيين ماتت على مدار العصور وإيمانهم مؤسس على كلمة الله والأنجيل وأدركوا أن المسيح هو كلمة الله المتجسد جاي بقى أبو عريف إزاي يعني العبارة المشهورة جاي نهر المعرفة وترعة المفهومية يقول لنا لا 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 أصل أنتوا غلطانين أصلوا الإنجيل المسيح بيقول فيه إنه أنا نبي أصل إحنا إيماننا مؤسس بقى مش على الإنجيل إحنا إيماننا مؤسس على الإنجيل تاني وكسبة شوفوا الكسبة دي هتوصل لفين يعني يعني هوريكم الفيديو التاني علشان هوريكم الكسبة دي بتوصل إلى فين نسمعه ترجي بيقول بنفسه إنه سأل نفسه سؤال هو ليه دايما فيه اختلاف بين الإنجيل وبين تعاليم الكنيسة زي ما أنتوا وشفتوا كده وده اللي إحنا دايما بنقول عليه بنقول إن تعاليم الكنيسة في كثير منها بيكون بعيد عن تعاليم الإنجيل بعد المؤتمر اللي هو مؤتمر نيقية لما سنة 318-321 تقريبا لما عملوا المؤتمر وجمعوا القساوسة ووضعوا القوانين بدأوا يختاروا الأنجيل المناسبة للقوانين اللي هم عايزين يقيموا أتحداك أتحداك ولو فعلا أنت باحث وبتقول على نفسك أني أنت ليك مصداقية أتحداك إنك تثبت إن مجمع نيقية ناقش قانونية الأنجيل أتحداك إنك تجيب لي مرجع واحد محترم أكاديمي حتى من مراجع أقوى النقاد للعهد الجديد الألمان أو الإنجليز أو غيره تثبت منه إنه ناقشه في مجمع نيقية قانونية الأنجيل ويختاروا أنهي إنجيل هذه كتبة إسلامية بحتة مبنية عارفيني الكلام اللي قبل كده لما قلت مبنية على ألوله ما هو ألوله بيقول لألوله بيقول لألوله بيوصل لحد كلام الشيخ هنا أتحداك لأن مجمع نيقية اجتمع فقط لمناقشة بدعة آيرو البدعة الأريوسية هي دي نقطة الحوار الأساسي ولم يناقش أبداً لأنه قانونية الأسفار كانت خلصت من فترة طويل إنما يختاروا طيب كيف ما هو يا إما زي ما يقوله إحنا يا إما المتكلم عائل والمستمع مجنون يا إما المتكلم مجنون والمستمع عائل وريفر صاحبك اللي أنت جبته من شوية قال لك الأنجيل اللي هي ما بين إيدينا النهاردة دي كويس بتثبت بتثبت أن المسيح قال عن نفسه إنه هو مجرد نبي وإنت طالع تقول لي أن الكنيسة اختارت الأنجيل اللي تثبت أن المسيح هو الله ما ترسلكوا على حال هي الأنجيل دي بتثبت أن المسيح هو الله ولا بتثبت أن المسيح هو نبي إنتوا الاثنين مناقضين لبعض بس إنتوا ما خدتوش بالكم إنتا نقضت كلامه وهو نقض كلامك وإنتوا الاثنين غلط خبطت في بعضه لأنه مفيش واحد فيك وفكر في الكلام اللي تقال حضرتك طالع تقول لي أن الكنيسة في مجمع نقية سنة 325 أقرت الأنجيل التي تثبت العقيدة بتاعتها اللي هما مخترعينها اللي هي المسيح هو كلمة الله المتجسد صاحبك اللي قبل كده قالك أنه الكنيسة مختلفة عن تعليم الأنجيل لما بنقرأ الأنجيل بنشوف أن المسيح قال عن نفسه أنه هو رسول أن هي الأنجيل أليست هي هذه نفس الأنجيل نكمل عليها دين المسيحيين والكلام ده كان بعد 300 سنة من المسيح وما عرفش يثبتوا على فكرة ما عرفش يثبتوا ده حتى بارت إيرمان اللي هما بيعتمدوا عليه كتير يعني ما بيقولش الكلام ده ويختلف لكن هي دي البدعة أو الخرافة الإسلامية زي خرافة عدم صلب المسيح زي خرافة أنه الكنيسة الأولى عبدة الله الآب الذي أنجب بالجسد المسيح من خلال مريم العزراء طيب أولا أوضح لكم أنه معلومات وفعلا زيرو عن كتير مؤدس هو أعرفين بيجيبها من هنا ومن هنا ويجمعهم مع بعض شوفوا الفيديو اللي جيدة ونكمل مع بعض بيقولك أنه بتقوله المزيعة أنت لي صرت مسيحي فخلينا نسمع ونشوف هو سوري أنت لي صرت مسلم خلينا نسمع ونشوف لماذا اخترت الإسلام ايوه تعم بتقلي ولا دين من هال لأنه مسيحي لأنه مسيحي عليه السلام لأنه مسيحي سيد المسيح عليه السلام هو اللي اختار الإسلام المسيحي هو اللي اختار الإسلام مسيحه كويس وهيحاول يثبتها من الكتاب المعدس يعني الأنجيل في وجهة نظره بتأيد أن المسيح هو مجرد رسول فبالتالي مسيحي قال لي أني أبقى مسلم بجد ونشوف مدى الكذب والتدليس خلينا نسمع بعدين نعلق على الفيديو كله ما يجي لعند المسيح الكاتب اليهودي ويقل له يا أيها المعلم ما هي الوصية الأولى في الوصايا كلها اللي بتدخلك الجنة يقول اسمعوا يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فأحب الرب إلهك من كل قلبك وكل عقلك وكل ذهنك وكل قوتك وأحب قريبك أحبك لنفسك ولا أعظم من هتين الوصيتين بيقوله الكاتب أحسنت يا أيها المعلم أنك قلت أنه الأحد وليس من دونه آخر المسيحي بس شو بيقوله المسيح يخرشي عليه السلام فلما رأاه يسوع أجاب بفطنة بذكاء قال له لست بعيدا عن ملكوت الله لأنه عرف أنه الأحد وليس من دونه آخر أوكي قاله بفطنة يعني أجاب بفطنة بس أنت حضرتك بتجيب للأسف بكذب وتدليس ليه نفس الأصحاح هوريكم نفس الأصحاح نفس الأصحاح اللي اقتبس منه السؤال بتاع الكاتب اللي سأل المسيح أي الوصية هي العزمة فالرب يسوع قال له أنه اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد والرب هنا رب يسوع اقتبس النص كما هو اقتبس النص كما هو وقاله له بيس نفس الأصحاح بيثبت فيه الرب يسوع أنه رب داود رب داود يعني 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 هو 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 أرى جزء من الأصحاح ويساب الجزء الثاني خليني أوريه لحضرتكم خليني فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل فأجاب يسوع أن أول كل الوصاية هي اسمع يا إسرائيل اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك هذه هي الوصية الأولى وثانيها مثلها هي أن تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هتين فقال له الكاتب جيدا يا معلم بالحق قلت لأن الله واحد وليس آخر سواه ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح يعني الإيمان المسيحي مبني على وحدانية الله ليعطيكم الرب فهما الإيمان المسيحي لا يعبد ثلاث ألهة الإيمان المسيحي مبني على وحدانية الله عدم فهمك للثالوس ليس معناه أن الثالوس غلط أنت اللي مش فهمه صح أنت اللي فهمه بالصورة الإسلامية الجسدية المادية فقط لكن فلما رأاه يسوع أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت الله ولم يكسر أحد بعد ذلك أن يسأله ده مرقس 12 من عدد 28 إلى 34 لسه ما خلصناش فهو خد الجزء ده وقال لك المسيح هنا بيقول إيه اسمع يا إسرائيل الرب وإلهنا يعني الرب يسوع حط نفسه مع مع الجموع فقال لهم أنا وإنتم لنا إله واحد رب يسوع بيقتبس النص كأي شخص يهودي دقيق جدا في اقتباسه للنص الكتابي لكن لما جير رب يسوع يعلمنا عن الصلاة الربانية ما لناش كله أبانا يعني ما وضعش نفسه معانا ثم أجابة يسوع بقى العدد اللي بعد كده على طول العدد اللي بعد كده على طول يقول إيه ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل لسه الحوار مع اليهود شغال نفس الجروب نفس المجموعة اللي كانت بتتحدى نفسها مع نفس الشخص ثم أجاب يسوع وقال هو ما الأول كانوا بيسألوه ولم يكسر أحد أن يجيبوا بكلمة هو بقى جير الدور عليه إنه هو يسألهم فهي نبي يقول إيه كيف يقول الكتبة أن المسيح ابن دود بالتأكيد هو ابن دود اليهود والعهد الأديم بيأكد أن المسيح بحسب الجسد هو ابن دود من صبت يهوزة فكيف يقول كتبة أن المسيح ابن دود لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن أين هو ابنه هذه الآية تثبت لنا ربوبية المسيح وتؤكد لنا أن المسيح عمع أنه هو الكلمة المتجسد الذي جاء من صبت يهوزة ومن نسل داود إلا أنه في طبيعته ولهوته هو سابق لداود ورب داود لكن هو ما يجيبهاش لا هو يقرأ الآية اللي عايز يعني يفسرها على مذاكه وشوف يعني عشو كده لازم نخلي بالنا أي واحد من هؤلاء المسلمين عندما يقتبس نص أعرف أنه النص اللي بيقتبس منه نص مقطوع كويس وبيحاول أنه يفسروا على مزاجه يعني دي الحقيقة دي الحقيقة الحاجة الثانية اللي بتثبت جهله بقى بالكتال المؤدس هو يعني بيحاول بيفكر إن الكتال المؤدس عمل زي القرآن تروح أنت جايب قاهم الشمال وقاهم اللي مين تحطوهم على بعد يبقى عندك إيه المنطق اللي أنت بتتناقش به فمثلا هنا شوف هيد العالم اختراعته لأنه المسيح عليه السلام لما إجل عنده اليهود قالوله عننا التورات وعننا موسى أوكي خليني لا سوري أرجع للجزء ده هيد العالم اختراعته لأنه المسيح عليه السلام لما إجل عنده اليهود قالوله عننا التورات وعننا موسى أوكي أولا اليهود عمرهم ما قالوا المسيح عندنا التورات وعننا موسى كويس العبارة دي ألهمين العبارة دي لو رجعنا إلى مثل العازر والغني لما كان الغني بيتعذب فبيقول يعني يا رب بعت لهم طيب يعني بعت لهم حد ينزرهم لأنه عشان يشوفوا أنه فعلا فيه عذاب فقال له عندهم انت وروا عندهم موسى فبعدين راح أملها بإيه بقى ربطها بحاجة تانية برضو ما لهاش علاقة ببعض نسمع قال له من لم يكن معي فهو علي ومن لم يجمع معي فهو يفرق الآيتين ما لهمش علاقة ببعض بس هو حابب يوصل فكرة كويس فجاب حتة من هنا وجاب حتة من هنا عارفين في مرة كنا احنا دايما نتحك كده كأسوس مع بعض أو كطلبة لهوت ذا واحد واحد حاب يبقى أسيس كويس بس هو لا أرى الكتاب المؤدس ولا بيعرف يقرأ ولا عنده أي مقاومات فمصر إنه يبقى يعني أسيس وخوري فقال له نعمل لجنة ونمتحنه فإنت عليك إن أنت تقف وتوعظ لنا ونشوف بقى مستواك في المعرفة الكتابية ومستواك في الكتاب المؤدس وعلى أساس هنقرر إذا كنا هندي لك تصريح إن أنت تبقى يعني خادم ولا لا فوقف جاهز نفسه بقى ووقف وبدأ يوعز وقال لهم ثم ضرب لهم مثلا قائلا خرج الزارع ليزرع وفيما هو يزرع سقط البعض على الطريق فنظرت إذابل من الكوة فسقطت بين حي وميت فلمن من السبعة تكون زوجة في الآخرة نصوص كلها ملاهاش علاقة ببعض يعني هو بالزبط عمل كده جمع من هنا وجمع من كده وعايزي وصل بس لي الفكرة وده بيقول لي أنه الشخص حتى معرفته بالكتاب هو مجرد آيات بيخطفها من هنا ومن هنا بلا منطق بلا منطق يعني هنا نشوف فقالة أسألك إذن يا أبتاه أن ترسله إلى بيت أبي لانا لي خمسة إخوة حتى يشهد لهم لكي لا يأتوهم أيضا إلى موضع العذاب هذا فقال له إبراهيم إبراهيم هو اللي قال له مش رب يسوع فقال له إبراهيم عندهم موسى والأنبياء فهو قالك المسيح نص الثاني رب يسوع لما صنع المعجزات وأخرج الشياطين قال له أنت بروح بعليزابول تخرج الشياطين فقال لهم ينفعش مملكة قسم على نفسه كيف يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته من ليس معي فهو علي ومن لا يجمع معي فهو يفرق لأجل ذلك أقول لكم كل خطيئة وتكديف يغفر للناس وأما التكديف على الروح القدس فلن يغفر للناس القرينة دي غير القرينة دي طيب أجي إلى موضوع وأنا الأسبوع اللي فات كلمت عن حرمية النبوات أو لصوص النبوات كميز وأشتر ناس في صرقة النبوات هما الإخوة المسلمين أنا معرفش هيموتوا هيموتوا ويجدوا نبوة في الكتاب المؤدس عن رسول الإسلام الموضوع بالنسبة لهم موضوع حياة موت هيموتوا عشان يجدوا نبوة في الكتاب المؤدس عن رسول الإسلام مع أنه بيؤمن أن الكتاب المؤدس محرف بس لا له هو ما عندهش مشكلة هو ما عندهش مشكلة هو أنت محتاج تثبت لي أنه رسول الإسلام تنبأت عنه التوراة والإنجيل أنت ناقص ما هو ما أنت يعني عايز إثبات أنت عندك شك الكتاب المؤدس ملهوش علاقة برسول الإسلام لا من بعيد ولا من قريب لأنه الرب أفلها عارفين لما تتقفل بالضب والمفتاح الرب يسوع نفسه أفلها بالضب والمفتاح الرب يسوع قال أنه هيأتي بعد أنبياء لكن هؤلاء الأنبياء أنبياء كذبة فخلص خلصت بالنسبة لنا خلصت ما تحاولش أبدا أنك تقنع واحد مسيحي ويس بأنه بعد المسيح هيقوم نبي ما تحاولش لأنه المسيح زي ما قلت أثالها بالضب والمفتاح نهاية لأنه حاشر المسيح أن يكون كلامه غير صحيح لكن سرقة النبوات أنا النهاردة وديكو النبوة في منتهى الغرابة بجد يعني أنا مرت علي حاجات كتيرة بس دي ده النص ده يعني في منتهى الغرابة والغريبة أنه يعني يأخذوا النص ده يسرقوه ويقولك آه ده بيكلم عن رسول الإسلام طيب نشوف بقى النص اللي هو جاب طويس واللي بيحاول يثبت من خلاله أنه هذا النص بلا ما لا يحمل أي شك بالتأكيد هو عن رسول الإسلام أنا أرى أو نسمع سؤال لكل أقرباء وكل أصدقاء المسيحيين يلي بيسألوني شو اللي خليك تآمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وتتبعه في نبوءة بالكتاب المقدس بسفر إشاية بيوحي فيها الإله للنبي إشاية وبخبره عن عبد من عباده رح يختاره الإله ويبعثه بالمستقبل حتى يخرج الحق للأمم وبخبره الإله للنبي إشاية عنها العبد أنه لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وأكيد إذا بده يضع الحق في الأرض لازم يحارب الباطل وكل هالأمم وكل الجزائر رح تنطر شريعتها العبد فبيقل فيها هو ذا عبدي الذي أعضده مخداري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض وتنتظر الجزائر شريعته السؤال هون مين هالعبد يلي رح يختاره الإله ويبعث لكل هالأمم أيه ده سؤال مهم أب يعني أنت حطيت إيدك بصراحة على النقطة الأساسية مين هو هذا العبد كويس مين هو طبعا هو لا درس أشعياء ولا درس قصائد أشعياء ولا درس مفهوم العبد في أشعياء وإلى ماذا يشير كويس ولا درس أي حاجة هو عمل لقي بعض المسلمين بيقولك إن دي نبوه عن رسول الإسلام فرح واخدها وقالك دي نبوه عن رسول الإسلام أتحداك إن يكون درس حتى النص أو عمل مقارنة عمل مقارنة حتى ما بين مين هو ده الشخص يعني يعني خد الجزء ده كويس وسب الجزء اللي بعده في أشعياء برضو 42 لما يقول من هو أعمى إلا عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب طب ليه ما أخدتش الجزء ده ليه ليه الجزء ده سبته ما بيكلم عنه العبد وبيقوله إن أنت أعمى وأصم لا بتسمع ولا بتشوف نفس الأصحاح على فكرة لأنه هو ما درس النص لو ما تفريش معاه درس النص هو المسلم يعمل إيه ياخد الآية ويطير بيها بس ما بزلش مجهود حتى إنه يفهم وإنه يقارن وإنه يحاول إنه يفهم مين العبد هنا ومين العبد هنا لا 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 طيب سؤال لكل أقرباء وكل أصدقاء المسيحيين يلي بيسألوني شو اللي خليك تقامل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام للفيديو الجزء اللي بعدك أي واحد بيدر السفر إشعياء أنا ليه كتاب اسمه المسيح في سفر إشعياء المسيح في سفر إشعياء أي واحد بيدرس سفر إشعياء بيعرف إنه في سفر إشعياء توجد بنسميها أربع قصائد مهمة جدا اسمها قصائد العبد المتألم حتى الأسيس مكرم نجيب الرعي السابق لكنيسة مصر الجديدة كتب كتاب بعنوان قصائد العبد المتألم وأنا ليه كتاب عن المسيح في سفر إشعياء لكن لهو أرداء والأرداء مش هتفرق معي أي واحد بيدرس سفر إشعياء بيعرف إنه هناك أربع قصائد موجودة في سفر إشعياء من أهم القصائد اللي بتتكلم عن المسيح بتكلم عن المسيح وإنه كلمة عبد ومفهوم كلمة عبد في سفر إشعياء استخدم بثلاث معين يشير إلى ثلاث حاجات كلمة العبد كويس استخدمت له تشير إلى ثلاث أشعياء الرسمة اللي جاية دي بتوضح لنا ده عندنا تحت العبد هو إسرائيل الذي يتمم مشيئة الله لكن إسرائيل فشلت في المهمة عشان كده لما يقول من هو أصم ومن هو أعمى اللي عبدي تكلم عن شعب إسرائيل كويس وهناك نصوص في الجزء ده بتتكلم عن شعب إسرائيل كعبد شعب إسرائيل اللي ربنا اختاره علشان يكون نور للعالم لكنه فشل في مهمته المفهوم الثاني للعبد هو أشخاص معينة ربنا استخدقت بيختارهم يقوموا بمهام معينة برضو وصف في صفر إشعياء بأنهم عبيد لرب المفهوم الثالث بقى اللي بيمثل قمة الهرم هو أن العبد المثالي المسيح المسيح الذي يتمم ما فشلت فيه إسرائيل المسيح الذي هو موعود به من أول سفر التكوين المسيح المخلص المسيح الملك وفي صفر إشعياء المسيح أيضا المتألم لكن هو لا درس معنى العبد ولا إلى مدى يشير العبد ولا أي حاجة خدها زي ما هي كده ومشي تعال نشوف النص وأسألكوا سؤال بقى وأنتوا بتقروا النص ده كيف يمكن بجد سؤال ده يعني سؤال مهم كيف يمكن العاقل كيف يمكن العاقل أن يدعي بأن نبوة إشعياء اتنين واربعين هي عن رسول الإسلام طيب أخذ مدخلة وهاجة أكمل الجزء ده الأخ رياض ألو 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 أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور أشرف أيوة معاك أنا ليه مدخلة بصراحة طرف لصب الموضوع هو في الحقيقة الأمر هو طرح طرح جديد من نوعه بحيث أن أنا بخاطر أي واحد مهما كان مستواه الاجتماعي أو الصخافي أي أن كان دون الالتزام بأي نص وبأي تفسير مسيحي أو إسلامي أي أن كان بس هذا الأمر هو طرح مدمر لكل اللي هلقول مع وقت بحضرتك كبتور على التلفزيون دلوقتي مدمر ألا وهو هحول أخطر على قد عشان دلوقتي البرنامج النهاردة فيه إجماع مسيحي إسلامي إن الله يعلم الغيب طبعا بحضرتك من كنا نملا الاتنين الله بيبعث الرسل والأنبياء ليه عشان الناس بعد إما كان بتعبض ربنا الحاجة عن عبادة ربنا ووشتوا على علاقة أخرى فهن بيبعثهم أنبياء عشان يغضوا إليه عشان يغضيهم وليس الضلالهم نملا الثلاثة من ضمن الأنبياء ورسل زي من واحد من دكت حضرتك ومن شوية بيقول لك فهو رسول من عمد الله على المسيح شاله جانب وبيجد أما ربنا بيبعث رسول مش بيبعثه برسالة من عنده ولا كل رسول بيقلف من عنده رسالة لا برسالة من عنده والسؤال القاتل القاتل هل نجح عيسى ابن مريم وما الضرار كمان هو عيسى ابن مريم نادح في توصيل الرسالة المتكلف بها من الله وتحت المتكلف بها من الله مليون خط توصيلها للمتناس هل نجح في هذا والنجابة حاجة من اثنين بها ومش تالت اي الانجابة الأول نعم لقد نجح عيسى ابن مريم نجاحا داهرا في توصيل الرسالة المتكلف بها من الله ايا كان التنزيل الرسالة بقى ايا كان مبتلومها وتريد بقى كذا 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 اول عكس لإجابة التانية لا لقد فشل عيسى ابن مريم فشل زريعا بتوصيل الرسالة المكلف بها من الله والدليل كذا وكذا وكذا بس ده 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 الإجابة على هذا سؤال هيوري كل واحد هو ماشي فين انا هي طريق وقدو الطريق الصح ولا تفيه غلط سكة السلامة ولا سكة السندمة فقط لا غير لان انه قلنا ان رب ننجح طب نجح ازاي المعرضة فيه اثنين مليار مسيحي في العالم بيؤمنوا ايه بالتجسد والصم والفداء والكلام ده من امتى ايه احنا سنة 24 طب سنة 23 طب من عشر سنين ومئة سنة ومقال سنة ووقت الرسول هي هي نفس العقيدة التجسد والصم والفداء طب وقت المسيح نفسه كان هكذا سؤالي بقى لكل مصلم هل كان أمزة المسيح نفسهم ماتوا مشركين ولا موحدين طبقا للعقيدة الاسلامية طبعا هم ماتوا مشركين فيكون اذن ربنا رعت نبي فاشل يوصل رسالة فاشلة للناس يخليهم بعدما كان هم يهود موحدين بالله خلوهم يشركوا بيه هل هذا عقل منطق يا أخي مستم شكرا ده صارحة واحد صارحة ثانية هي ثلاث سواء النهاردة لهم يقولون أن الله أرسل كلمته على مريم هل التلام جميع فلاذا حدث للعزراء المطاوبة بمريم بعدما أرسل الله كلمته عليها ما فيش خمسين حاجة شعراء ما باش بلغم والعناق برت حملت في سيد المسيح لم بقى الله حينما الله ألقى كلمته على مريم حملت في سيد المسيح يعني إيه يعني اتكلمت الله حولت الجسد في بطل عضاء وهذا نحن منه دايما الله ظهر في الجسد هو ما هي بالكعل بالحرف عظيم أنه هو صور الطقوة الله ظهر في الجسد بس مش بساني لف هو مشكلة القرآن يا دكتور أشرف أنه ورّت نفسه بنفسه ورّت الانسجمين فبالتالي هو كان كاتب القرآن بيقول أي كلام أي حاجة بيسمعها ويقالها بدون ما فيه هو فهم عندما يقول أنه هو ينفق كلمته على مريم طب وبعدين ونفق في فردها كمان يعني ألقى كلمته ونفق في فردها يعني يعني كلمة الله وروح الله عملوا إيه في مريم عملوا فيها إيه حملت في السيد المسيح والسيد المسيح يكون هو كلمة الله المتكسن تماما بدون أي قوة ده قولة واحدة اللي عايزي أوه ما يطعب في تريدوني أوه شكرا شكرا ربنا يا خليك شكرا شكرا أخي يا رياض شكرا يعني الجزء بتاع طبعا اللي قاله الأخريات ده مهم أو إنه إنه رسالة المسيح هي وحدة إنه الله في المسيح يسوع مصالح أن العالم نفسه من خلال صلب وموت وقيامة المسيح ده العمل الأساسي وعش كده مهما حاول الناس ومهما حاول إبليس إنه حتى يمنع المسيح إنه يروح للصليب فشل والمسيح راح للصليب وثبت وجهه منطلقا نحو أرشاليم ووضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لأنه ده أهم مهمة جاء من أجلال المسيح أنه يفدي الإنسان الخاطر طيب كيف العاقل بقى أنه يقبل إشعياء 42 على أنها نبوه الإسلام يقولي أي النص هو ذا عبدي هو قالك مدام عبدي يبقى مش ابني كان مفروض يقول ابني كويس لا هو عبدي مع أنه زي ما قلت هو لا درس عبدي ولا درس الإشارة للمسيح ولا أي حاجة الذي أعدده مختاري الذي سرد به نفسي وضعت روحي عليه فيخرج الحق للأمم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته ده أول جزء هل ده ينطبق على الرسول الإسلام مين اللي وقف في الهيكل وقال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأعصر ونكسر القلوب مين الذي وضع روحه عليه وأي حق خرج للأمم أي حق لا يصيح ولا يرفع أحد ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته هل كان محمد هادي اتباعه هل كان محمد رسول الإسلام حسن الكلام هل الكلام اللي كان بيخرج من فمه طيب ولا كان بيشتم ويسب هتقول لي زاي حاشا أعمش أجيب حاجة من عندي وانتو سمعتوا كتير من قنوات كثيرة وكتاب الأحاديث كله موجود ويس رسول الإسلام كان شتاما وسبابا كان بيلعن أنا متجيب مش بتجيب حاجة من عندي على الفكرة ده الكتاب بيقول إنه لا يسمع في الشارع صوته قصب مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ في صحيح مسلم وكتاب البر والصلة والأدب عجب من الأنوان ده البر والصلة والأدب باب خلوا بالكم من الأنوان للباب باب من لعنه من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه في باب مخصص لنقاش لنقاش اللي اللي تلعن واللي تسب واللي ادعى عليه من رسول الإسلام وهقرى منه بس حديث واحد هو مليان بس عايز عايز اللي يقول لي انه النص ده ينطبق على رسول الإسلام ازاي يعني لا شكلا ولا موضوعا يقول كده حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق الأسماء جميلة بصراحة يعني يا بخت المرات الحامل ويفكر انه يختار اسم من هذه الأسماء أعمش ومسروق عن عائشة قالت دخل علي رسول الله دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضب فلعنهما وسبهما يا عائشة اللي بتقول كده اتنين من الرجال جم لرسول الإسلام وقالوا له حاجة فرح قام لعنهم وسبه فلما خرج مشيو قالت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هادان يعني دول خدوا يعني لم يصبهم كلمة كويسة منك قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال أو ما علمتي ما شردت عليه ربي والله بقى بيقول لعيشة انت مش عارفة انا شردت على ربنا ايه قلت اللهم انما انا بشر فأي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاة زكاة او اجر مش يقول انا آسف مش يقول انا استسمحهم مش يقول انا يعني اروح اكلمهم بطي لا لا هو على طول ايه اكاين ربنا ده شغال عنده قال لها انا اشترط على ربنا انا بشر انا بشر فأي شخص هسبه او العنه ربنا يحول اللعنة الى ايه الى مجازات يا حلاوة ده ده يا من يا من تقول يا من تقول انك تركت المسيحية ولم تترك المسيح هل يمكن ان تقارن للأسف الشديد لا يمكن المقارنة والرب سامحني ان حتى بقول كده هل يمكن ان نقارن بين حياة المسيح وحياة رسول الاسلام انا مش هفتكش قلت ابدا ان انت قبلت انك تكون مسلم على اساس ان انت حبيت رسول الاسلام انت بقيت مسلم يمكن لانه في نصوص صعبة في الكتاب المقدس كانت عليك وكان صعب انك تفهمها انا ما شفتش ابدا واحد من اللي هما بيقولوا احنا تركنا المسيحية وصرنا مسلمين انه في مرة من المرات قال انا صرت مسلم علشان رسول الاسلام العكس صحيح مفيش حد الجيل المسيح الا وجذب انجذب نحو شخص المسيح جمال المسيح محبة المسيح غفران المسيح روعة تعليم المسيح قداسة المسيح دي المسيح دي المسيح دي المسيح دي المسيح اللي احنا نعرفه دي المسيح الذي لم يصيح ولم يسمع احد صوته في الشوارع قصب مردود لم يقصف وفتيلة مدخنة لم يطفئ هو دي المسيح الذي احبنا ووضع نفسه لاجلنا لكي يكون لنا حياة الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتكم